والوقوف عند هذا الموضوع تنضم إلينا المحامية جنان عبدو أهلا وسلام بك جنان إذن على الرغم من مرور أربع أشهر على هبة الكرامة إلا أن إسرائيل يعني تواصل اعتقال عشرات الشبان داخل السجون ما هي الرسالة التي تود المؤسسة الإسرائيلية إيصالها لهذا الجيل للشباب من خلال استمرار اعتقالهم مساء الخير مجد ومساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين يعني عملياً الرسالة اللي بتحاول دولة إسرائيل من خلال أجهزتها المختلفة بما فيها إعلامها المجند بشكل دائم هو ترهيب الشارع الفلسطيني تقزيم حجمه ضعضعت لقطب نفسه فتفكت أبناء الشعب الواحد بمعنى التعامل معنا ككانتونات تعامل معنا كـ 67-48 مناطق محتلة فقط وكأن المناطق المحتلة هي في 67 فبتحاول تستهدف هذا التواصل بتحاول تستهدف هذا التعامل ورؤيتنا كشعب واحد حتى من خلال تقديم لوائح اتهام بتواصل مع ما تسمي عدو محاولة استهداف يعني منشوف حملات مستمرة للشباك اللي بستدعي الشباب وصبايا لتحقيقات على هاي الخلفية نعم بالمقابل نرى بأن التحركات الشعبية مستمرة لمساندة المعتقلين في عكا وأم الفحم ما أهمية هذه التحركات برأيك؟ عكا أم الفحم كفر قرع طمرة الليد أهمية هذه الحركات والتحركات هي مقولة إنه إحنا شعب واحد مقولة اللي كررناها في هبة أكتوبر كررناها في هبة أيار وفي كل وقفة وفي يوم الأرض إنه إحنا شعب واحد وما منترك معتقلين على وحدهم وبالفعل يعني هذا المقولي اتجسدت بطرق مختلفة سواء من المحامين اللي وقفوا وساندوا بشكل تطوع المعتقلين ودعموا أهليهم أو من خلال تشكل الحركات المحلية والشعبية على انطاق واسع والتشبيك بأشكال مختلفة نعم جنان يعني نحن نتحدث عن معتقلي هبة الكرامة في أيار وبعد يومين تحيي الجماهير العربية الذكرى الواحدة والعشرين لهبة أكتوبر 2000 أنت كمان عاصرت الهبتين كناشطة ومحامية ومن خلال تجربتك يعني ما أوجه الشبه لربما والاختلاف بين عام 2000 هبة أكتوبر وهبة الكرامة في أيار يعني يمكن هي حتى هبة أكتوبر أخذت التسمية من أكتر من الجانب الإسرائيلي إنما هي بالنسبة لإلنا بدأت كهبة القدس والأقصى ونفس الشيء نشوف أنه في أيار الحالي كمان الهبة بدأت دعم لأهلنا في الشيخ جراح في الأقصى لكل ما حدث في باب العمود فبالتالي الانطلاق هي وحدي وهذا بفاجئ الدولة وبيخوفها بمعنى أنه اعتقادها أنه الردع اللي حاولت تعمله في هبة القدس والأقصى سقطوا شهداء في كل الطرفين من بقصد في الجانب العربي في الضف الغربي والقدس المحتلة عام 67 وفي مناطق 48 سقطوا شهداء كان اعتقاد إسرائيل بجانب سياساتها المستمرة أنه هي نشحت تحجمنا ونشحت وكأنه تقوي مفهوم الأسرلة والمواطنة مقابل مفهوم القومية والانتماء الوطني لكن نشوف أنه الروح الشبابية بتتجدد الروح الانتماء الوطني والالتزام الشعبي والالتزام الجماهيري بقضايا شعبنا ما بتفرقها حدود وهذا اللي صار في هبة ايار الحالي هنا نعم ولنتحدث عن المعتقلين يعني وأنت عندما رفقتي جزء منهم عندما تم اعتقالهم عمليا بعد الأحداث ما الذي فاجأك دعنا نقول للأفضل لربما عندما رأيت أعمار المعتقلين والشرائح الاجتماعية التي يأتون منها يعني هذه واحدة من النقطة اللي حكينا عنها ومهم أن نعيد ذكرها حتى ما يبين أنه اللي بخرجوا للشارع هني شريحة فقط معينة مسيسة مثقفة وباقي الشعب موجود في مكان تاني يعني في حيف على سبيل المثال وين أنا تواجدت واتطوعت وصلت لمحطة الشرطة مع زميلات وزملائي وجدنا أنه في محطة الشرطة كان فيه شباب من أجيال مختلفة كان فيه قاصرين وكان فيه شباب اللي ممكن نقول أنه بنت مولى الشرائح اجتماعية متنوعة اللي ميزتهم أنه خرجوا للدفاع عن بيوتهم يعني إذا تذكر كان فيه اعتداء في حيفا بالشكل خاص وفي المدن المختلطة في عكا في الليد كان فيه اعتداء على التجمعات الفلسطينية العربية واستهدافها من قبل قوات عنصرية وفاشية والشرطة وقفت إما على جنب ما ساعدت الفلسطينيين أو هاجمتهم وأعطت دعم وحماية فبالتالي هذا بميز شعبنا وهذا شفنا كمان في هبة القدس والأقصى الناس نزلت تتعبر عن مشاعرها كل شرائح الشعب وطبعا هذا إله يعني إله خلفية واستمرارية يعني يوم الأرض والنكبة نرجع لورا إذا منقدم لقدام الأيام اللي عم نشوفها اليوم مجد يعني بعد قضية النفق شفنا أنه كل شعبنا طلع كل شعبنا بضامن الوحدة يعني شافه في الست أسر اللي نجحوا يخرجوا من حفلة من نفق شافوا فين؟ هل يمكن القول عمليا بأن الرهان المؤسسة الإسرائيلية وعلى مخططاتها بتدجين أجيل الصاعد قد فشلت يعني وهذه الرهانات بسلخه عن انتمائه وقضاياها الوطنية؟ يعني هي بتحاول ورح تضل تحاول لأنه هذا هدفها هدفها تفرقتنا هدفها يعني فرق تسود هدفها محاولة زرع عملاء أو توهيمنا أنه بداخلنا في عملاء يعني شفنا هذه القضية كتير برزت في قضية النفق قديش الإعلام الإسرائيلي حاول يكون الناطق باسم الحكومة والدولة ويبين وكأنه شباب فلسطينية كان الهندور يعني في تسليم الشباب وتبين لاحقاً أنه كل هاي إشاعات ومش صحيحة فبالتالي الخدمة المدنية اللي نسمع عنها محاولة تجنيد للخدمة العسكرية وإعطاء منح وإعطاء تسهيلات فبالتالي المؤسسة المنظومة تبعة الدولة مستمرة بشكل منهجي وبشكل دائم لتفكيكنا ولتقزيمنا ولتحجيمنا في طبعاً قانون القومي وقانون المواطني كلياتها حتى تحد من تواصلنا وتحد من قدرتنا وثقتنا بنفسنا لكن باتقادة لم تنجح نعم المحامية والناشطة الحقوقية جنان عبدو شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة